خلينا نروح لزاملنا مينا ماهر مرسلنا نتكلم بقى عن تفاصيل استعداد النادي الاهلي وآخر أخبار تمرينت النهاردة هيكون معنا زاملنا مينا ماهر مساء الخير يا مينا مساء الخير يا أحمد ومساء الخير يا صورة مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان مينا حطينا كده في الصورة النهاردة الحقيقة من التدريب النهاردة وإيه أكتر الحاجات الميستر بيتسو موسيماني يركز عليها في التمرين مع اللعيبة الحقيقة انتهى بالفعل التمرين الفريق الأول بالنادي الاهلي استعدادا لمبارات سيمبا التنزاني إن شاء الله ستكون يوم الجمعة الساعة تسعى على أستاذ الأهلي والسلام ميستر بيتسو موسيماني كان مركز في البداية في المحاضرة الفنية مع اللعبين على السلبيات في المباراة الأخيرة أمام فريق المريخ السوداني يمكن كان بيتكلم معهم على كان عندنا أخطاء في الخط الدفاعي قاعد يتكلم على كل السلبيات في المباراة وكمان كان بيحافظه معالا إن شاء الله نتفادى جميع السلبيات في المباراة المجبلة أيضا المباراة القادمة هي تحصيل حاصل ولكن بنقول يعني النادي الأهلي بيعملها بروفة والسعداد لكل المباراة القادمة عندنا العديد من المباراة الفترة القادمة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا وأيضا كأس مصر مستر بيتسو موسيماني في البداية يعني عمل تأسيمة كده في نصف الملعب استغرقت حوالي ربع ساعة وبعد كده كان فيه تأسيمة أو ميني ماتش في ملعب مختارة تيتش هنا يعني عبارة عن الملعب الكامل كانت تأسيمة بين اللعبين كان بركز مع كل اللعبين في أهمية التسليم والتسلم والكرة وكان كمان على الضغط العالي لو عايز أتكلم معاكو على يعني الإصابات بالنسبة لفريق النادي الأهلي يمكن خلاص علي معلول يعني يعرف إن شاء الله في خلال واحد وعشرين يوم هيكون موجود مع فريق الكرة بالنادي الأهلي يكون معهم تأتي كمان يرجع التدريب يعني خصوصا بعد التقام تمزق العضلة الخلفية بنسبة سبعين في المية ده طبعا بعد الإصابة التي عرض لها أمام بايرن ميونيخ وأيضا كمان محمود وحيد هيكون موجود في خلال عشر أيام بعد طبعا تعافي من إصابة تمزق أيضا في العضلة الخلفية في مباراة فيتا كلوب حمدي فاتحي زي ما كنا عارفين كان فيه نهاردة تشيك أب عليه مع الدكتور اللي خاد مع العملية الجراحية وإن شاء الله هيكون خلال من عشر اتناشر أسبوع بيخضع للبروتوكول الطبي أو يعني البرنامج العلاجي الموضوع ليه عشان يرجع تاني في أقرب وقت كمان محمد محمود وكريم ندفت كان نهاردة في أرض الملعب بيشاركوا قبل التمرينة كان بيشاركوا بيجروا حوالين التراك وكمان بيلفوا الملعب كمان استعددا إن شاء الله يرجعوا في أقرب وقت في خلال الأسبوعين إن شاء الله يكونوا اتنين لعبين جهزين للتدريبات الجماعية بالنادي الأهل خلينا اتكلم معك كمان عن محمود متولي وعن ناصر ماهر ومدى جهزيتهم يعني هل انت شايف من مشاركتهم في تمرينة النهاردة إنه ممكن يكونوا جهزين لمشاركة في ماطش سينبا اللي جاي بالفعل هم جهزين للمشاركة ولكن اننا شايفوا إن مستر بيتسو مسماني هيلجأ الفترة أو يلجأ في المباراة هالمجبلة إنه هو يستعين ببعض التغييرات ويلعب أكتر من طريقة لعبة كمان آآ يعني هيشارك بعض اللاعبين من دكة قلب ودلاء آآ يعني زي ما كنا بيقول إن هو عايز يجرب أكتر من طريقة لعبة خصوصا يديهم فرصة ويخلق آآ فرصة آآ من المنافسة بين اللاعبين هم بفعل اتنين لعبين جهزين مش هم بس نهاردة بصراحة كان فيه تقلق كبير جدا من آآ جميع العاب النادي اهلي محمد شناوي محمد هاني رامي 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 صحاد صراحة دقسيمة النهاردة كانت كوية جدا خليني اسألك عن كهربا كمان هل فترة ابتعده من وجهة نظرك ومن خلال متابعات تكليف التمرين أثرت وزنه كويس جاهز لياقته البدنية تسمح له برضو يكون موجود في في المطش اللي جاي ولا لأ؟ لا كهربا بصراحة يعني نزل التمرين النهاردة كان بيتمرم شكل كويس جدا خصوص الفترة اللي فاتت هو كانش ما كانش بيشارك مع الفريق بشكل اساسي ولكن كان في الجيم بصفة يومية كان دايما بيتمرن منفردا طبعا لينزام محتوط له بيتمرن منفرد ولكن بصراحة انا شايفه في الملعب مفيش اي تأثير اللعب يتمرن بشكل كويس جدا انا شايف انه جاهز انه يشارك مع نادلي قالي طبعا يعني الامر يرجع لمستر بيتسو موسيماني من المشاركة اه ليه في المبارات المقبلة ولكن كهربا جاهز بشكل اه كبير جدا مع فريل اول الوزن اه وزن المسالي اللعب يتمرن منشكل كويس جدا مينا بنشكرك شكرا جزيلا دي كانت اخبار تمرينة النادي الاهلي النهاردة وبيتهايق لي يمكن انه الفترة اللي جاي يعني زي ما مينا قال حقيقة وزي ما احنا اتكلمنا انا وصارها مبارح انه مبارات سينبه فرصة كويسة انك انتي تجاهزي نفسك لللي جاي واللي جاي زي ما قولنا سهل وصعب ومش سهل واعتقد كمان اللي يدينا اكتر جرعة امل كده وناخد نفس انه في خلال ثلاثة اسابيع من النهاردة قايمة المصابين من النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما يكونش في اصابة جديدة لكن ان شاء الله بنكلف ثلاثة اسابيع والفترة الثلاثة اسابيع دول الاهلي الحمد لله مش هيكون عنده ارتباط في دولي يعني مش هيكون عنده مطش في بطولة دولي الابطال ممكن لو متأجلتش الكلاكات عشر مرة يبقى عندنا بس نهائي سوبر افريقي لكن فيما عدا ذلك اعتقد من عشرين يوم اللي جايين هيبقوا مطشات محلية كلها مطشات دوري مطشات كاس ان شاء الله باذن الله هيدخل ندفد محمد محمود علي معلول محمود متولي كل دولة يكونوا اضافة وتدايم كبير وكلهم الاسماء اللي انا بقولها الحقيقة اسماء تقيلة جدا اكيد هتكون اضافة لسكوادر واعتقد ان مستر بيتس موسيماني احمد هيتعامل مع مباراة سيمبا يوم الجمعة لان هي مباراة حسمة مش 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 مباراة تحصيل حاصل والعيبة كمان مش كمان مش بس الجهاز الفني هتكون كأنها مباراة حسمة لان احنا منتكلم على انه الفترة اللي بعدها مباراة كتير وضغط كبير وكمان هي زي ما بنقول كده بروفا اخيرة لقبل دور ربع النهائي